ينضم إلينا هشام منور مراسل أوريانت نيوز من أسطنبول أهلا بك معنا أبدأ معك من أهمية هذه التعزيزات العسكرية الجديدة التي أرسلتها تركيا إلى الحدود مع سوريا تحية لك والسادة المشاهدين بطبيعة الأحوال هذه التعزيزات العسكرية لم تتوقف ولم تنقطع خلال الفترة الماضية ربما كانت هي التعزيزات الأكبر من نوعها في الفترة الأخيرة حيث أرسلت تركيا عشرات الشاحنات المحملة بعضها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة لتعزيز نقاط المراقبة الـ 12 الموجودة في الشمال السوري هذه التعزيزات العسكرية التركية تأتي في سياق تطمينات وجهة الأهالي في المنطقة بأن تركيا حريصة على منطقة توقف إطلاق النهر أو خفض التصعيد في إدلب وشمال السوري وأن هذه القوات مهمتها سوف تكون توجيه رسائل طمئنة للأهالي بأنه لن يكون هناك أي هجوم من أي نوع كان على هذه المناطق لسيما أننا شهدنا في الفترة الأخيرة حالات نزوح داخلي من مناطق جنوب إدلب باتجاه العمق السوري خوفا من أي عمل عسكري قد يقوم به النظام لسيما أن النظام بالمقابل سحب بعض القوات أو بعض ميليشياته من الحدود المتاخمة لمحافظة إدلب وتراجع قليلا عنها وسلمها بدوره إلى بعض الدوريات العسكرية الروسية الأهالي في المنطقة يبدو أنهم متخوفون من أي تحضيرات عسكرية قد تجري وقد تقوم فجأة وقد تباغتهم وهم في منازلهم لذلك قراروا النزوح باتجاه الداخل وباتجاه العمق لكن الأتراك واضحون في رسالتهم للسوريين في الداخل السوري والسيما في محافظة إدلب وهو أنهم سيعملون على ضمان عدم وجود أي عمل عسكري يستهدف محافظة إدلب في الوقت الراحي هل من إمكانية بأن تسعى روسيا لإنشاء المزيد من نقاط المراقبة في هذه المناطق؟ روسيا تحاول من جهتها أن تواجه هذه النقاط المراقبة التركية بنقاط مراقبة مقابلة لها ومنع أي تماس أو أي احتكاك بين نقاط المراقبة التركية وميليشيات أسد الطائفية وكذلك الميليشيات الموالية لإيران لذلك هي تعمل على سحب هذه الميليشيات أو تأمر بسحبها من مواجهة نقاط المراقبة التركية وتقوم بنشر بعض الدوريات الروسية لإرسال أيضا لطمأنة الأتراك في هذه الحالة بأنه لن يكون هناك أي هجوم وبالتالي فإنهم يحاولون أيضا طمأنة الأتراك بأن الاستمرار معهم على نفس الخط السياسي والعسكري سوف يضمن المحافظة على الوضع الراهن في محافظة إدليب وأنه لن يكون هناك هجوم لسيما أن إسطنبول في مطلع الشهر المقبل ستكون على موعد مع القمة الرباعية التي ستستضيفها برئاسة كل من بوتين والرئيس التركي والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي هذه القمة يعول عليها كل من الروس والأتراك لفتح صفحة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأطراف جميعا وعلى أساس أن تكون الملف السوري وتحديدا ملف إعادة العمار وملف إعادة اللاجئين المنطلق الذي يمكن البناء عليه لتأسيس هذه الآلية المشتركة بين الدول الأربعة إذن روسيا لا تريد في الوقت الراهن إغضاب هذه الأطراف الثلاثة كل من ألمانيا وفرنسا وتركيا لاعتبارات مختلفة تركيا الآن في وضع حساس وحرج مع الولايات المتحدة وعلاقات بين التجانبين متأزمة فهي لا تريد إذن إزعاج حليفتها الجديدة ألمانيا وفرنسا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم يتجه إلى العاصمة الألمانية برلين للقاء ميركل ونقاش ملف السوري تحديدا والاتفاق على نقاط معينة ربما سيتم الكشف عنها في قمة إسطنبول إذن هناك حركة دبلوماسية نشطة في الآوين الأخيرة بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا ولاحظنا ذلك أيضا على مستوى الدعم الذي قدمته ألمانيا سواء على مستوى السياسي أو على مستوى الاقتصادي لتركيا وأيضا الانتصالات الجارية بين وزراء المالية في كل من تركيا من جهة وألمانيا وفرنسا من جهة لتعزيز قوة الليرة التركية في مواجهة العقوبات الأمريكية كل ذلك يوحي بأن هناك محاولة للحفاظ على الوضع الراهن في محافظة إدلب وطمأنة الناس والمواطنين الموجودين في إدلب بأنه لن يكون هناك عمل عسكري يستهدفهم وإيقاف أي موجة من النزوح قد تنشأ عن المخاوف من شمع أي عمل عسكري هشام بنوار مراسلنا من اسطنبول أشكرك جزيلا شكر